رائد الشرف فائر إبراهيم الحافي من موليد عام ثلاثة وثمانين شاب سوري قضى الله تعالى أن ينتهي عمره في الرستا قبل يومين شيعه أحبته وسورى كلها أحبته إلى مزار القطرية في ريف اللاذقية أسماه زملائه أسد الرستا لأنه أنقذهم ثم استشهد من قتله ولماذا وعلى شريعة من وبمال من وسلاح من ولحساب من أرى قدمه الذي لطالما كان يحلم أن يريقه على ضفاف الجولان المحتل هناك على بعد أمتار من فلسطين التي جرحها من جرحه والتي جرحوها من جرحه وروحها من روحه تماما مثل ما هي سوريته قصة أسد الرستا تابعوها مشاهدنا عندما يذهب الشهاداء إلى النوم أصفر لأنها سوريا الأرض الممانعة سوريا الشعب المقاوم سوريا الوطن الحر سوريا ملاذ كل خائف على وجه الأرض كانت أرواحهم الدرع الذي يذود عنها هول حقد الكارهين لطهر ترابها فكانوا شهداء وطن ليستحقوا من كل سوري قولة تصبحون على وطن الله يرحمي الله يرحمي ابناء ويرحم كل السوري يمي الشهيد اطلعي على الباب لاجينه جابوا محمل على لك تفشلونه الله يرحم كل شهداء الوطن الله يرحم كل شهداء الوطن الله يرحمك لشهد النقيب تائر إبراهيم الحافي من محافظة اللاذقية بطل من أبطال الشهادة لم يرضى ترك زملائه وحدهم حين أز الرصاص فبقي حتى آخر لحظة يعمل على إسعافهم ونقلهم ليبقي فيهم عرق الحياة فبقي هو بطلا خلدته الشهادة بطلا ممن سمت أرواحهم سمو الوطن ليكون علم الجمهورية العربية السورية أمانة لفت الجثمان الطاهر ولتكون روح الشهيد أمانة تزين سماء سوريا مرفوع ما بين خياتك قالوا البطال موجع تدمع عليه العين وانتي لا يوم الفرح خفتي دمعاتك نضعوا وديعة بين أيديكم حافظوا على هذه الوديعة وصولوا الأمانة بين أمانة على من يسمو بشهدائه وروح تسمو بوطن تبقى كلمات من خبروا وعايشوا نبل الشهيد العزاء الوحيد والذكرى الأخيرة التي تكتب بدقات القلوب ما لوع فراق الأحبة حاربونا بكل شي أتلولنا أعز معنا أتلولي اليوم خطيبة ما أتلوا استشهد بدي قول بس كلمتين للي اتصلوا فيني وقالولي أنه نحن مجموعات مسلحة وقتلنا لك يا ما كسرتوني ولا رح تكسروني هوي كان عم يقاتل على الأرض أنا كنت عم باتل بالفضاء وراح ضل قاتل بالفضاء إذا كنتوا تشوفوني بتقرير وتقريرين كل يوم رح تشوفوني بعشرة بدل ما كنت اشتغل الضعف هلا بيشتغل ثلاث أضعاف كرم على روحك يا سائر و الله يرحمك كرم على روحك يا سائر و الله يرحمك هدول رح قاتل فيه هذا الرحاتي فيه مبروك للشهيد ثائر ولكل شهداء سوريا والوطن والعالم الشرفاء نيل